شراء أصوات ناخبين بالمال أو محاولة ذلك ملاحظة من ذمن أخرى تم ذكرها في الندوة الصحفية التي خاصصها مرصد أشهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحاولات الديمقراطية للانتخابات التشريعية لهذه السنة فم مال قاعدة دور ناس توزع في الأموال والحقيقة معانتها فم مشكون حتى تم إيقافه فم تم إيقاف زو السيارات توزع في الأموال وتم إيقاف أشخاص توزع في الأموال واجب الحياد لم يتم احترامه في بعض الدوائر الانتخابية ملاحظة أخرى دونها مراقب المرصد وفق ما ورد في الندوة الصحفية لاحظنا أنه فم من أعضاء هيئة الانتخابات اللي في المكاتب هما بيدهم حاولوا يأثروا على ناخبين وخاصة كبار السن أنهم يصوتوا الأشخاص بعينهم الصمت الانتخابي تم خرقه في العديد من المناسبات تقول رئيسة المرصد على بنشما بدأ بيها الرئيس قيسة سعيد في الكلمة اللي قالها بعد ما انتخبوا كنا معانتها أشارنا لذلك في الاستفتاة وحبينا أنه ما يكررش نفس الشيء لكنه للأسف معانتها كرر وكذلك ملاحظي المترشحين اللي اسعاوا في داخل مراكز الانتخاب وحاول مراكز الانتخاب أنهم يأثروا على الناخبين بشي صوتوا للمترشحين متاحهم صعوبة الدخول إلى مكاتب الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة واستعمال السيارات الإدارية لنقل الناخبين فضلا عن تهديد الذي طال بعض الملاحظين من قبل مترشحين إخلالات أخرى تم ذكرها في النادوة الصحافية الخاصة بالانتخابات التشريحية